مرحبا جميعا كيف كان اليوم رجعت لكم فيديو جديد من قناتي اسراء غامر اليوم طبعا هذا الفيديو احنا عمل لعبة بيكا اكس دي وكمان رح يعني امور رح نلعب بس اليوم نشوف ايميل جديد رسلته شركة لعبة بيكا اكس دي طبعا بنا نشوف هذا الايميل اللي رسلل بيكا اكس دي تيم هو طبعا الجزء الثاني طبعا اللغز الرسالة اوكي اوكي طبعا هديك الجزء الاول نزلت عنا فيديو اذا ما شبتهوه روحوا شوفوه عن قراس دي جزيرة القراس دي او يعني زي كده يعني قارورة ماي او قارورة او قارورة فيها او ورق اي مكتوب فيها رسالة غامضة وارقنا هديك الرسالة وكانت كتير غامضة واشياء فقال فيه طبعا اه كمان رسالة جديدة فطبعا هاي الرسالة هاي بتحكي لنا عن اه اه اشياء يعني اه يعني اه عن الجزء الثاني طبعا هاي القصة او يعني تستطيع اللغز هذا اوكي طبعا قايز اه هاذي شو اسمه اه طبعا قايز طبعا قايز طبعا قايز طبعا انا حيوان واحد لسه ما جام بتعطو فبدي ياكم بس اوضو لي بس اوكي المهم اه طبعا قايز رح نقرق طبعا الايميل طبعا لعبة بك اكستي كمان صورة طبعا رسلوا صورة اه شخص اه جالس بالارض لعبة كأنه جلباب كثير بيشبه الجلباب بس يلا عادي جالس عادي كثير حلوة الجلسة شكل هديك الحركة بتصير بلعبة بك اكستي طبعا الصورة في جيكون يا كمان الايميل طبعا معنا الفيديو للا اخر لحتى تشوفوا الايميل والصورة وكل شيء ام يب اوكي 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 ام اه شو هاد خلي أيبان بيقول لنا اشي اه طبعا هادا خلي قائز نقرق اليميل بس اوشي يخلي نحكي شو هادا تحديث طبعا احنا معنا عارف اذا بدي يكون تحديث او ايش بدي يكون طبعا هادا تحديث بيحكي لنا عاان اه القرية سنة وفيه وكأنه شا يعني كانه في رح تقول اه زي كذا يعني شو اسمه شكل اوك انه بتصير جزيرة القراصنة فمعني عارفة اعتقد انه بتكون جزيرة قراصنة يعني بتصير قراصنة وبس بس ما عارفة اعني بالضبط ايش بده يكون طيب اه هذا اللي بعتقد انه بتكون جزيرة قراصنة انه زي ما عارسوا له ايميل بيقولون انه اه يعني بالشاطئ بيحكون كتير عن الشاطئ فاش بده يكون معقول بده يكون تحديث الصيف حتى لو لسه ما اجي الصيف ممكن يكون تحديث الربيع او ممكن يكون شي عيد قايز في عيد يعني لالان فيه قايز قايز قولول اذا انتو بتعرفوا شي عيد بهاي الايام اه التحديث طبعا بينزل لشهر اه خمسة يعني بشهر خمسة اه لانه قايز يعني هاد الاشي بس استخلصت وانا من بلاي ستور لانه في بلاي ستور القاتب انه هاد التحديث اللي احنا هلقا فيه اس ماذا اسمه يا اه нал所حى يخلص بيوم تسعة او شهر خمسة معقول التحديث بينزل يوم يعني لما يخلص غرب يبلش تحديث اجديد انتم طعمين هون حفلة Regionche ان هون واقفة بنيد ولاد فاوكي انا ازيك بنت وولاد بنت شكلا مصابين كل واحد اوقف وراء التاني شكلا مصابين حفلة مع بعضهم طبعا طبعا الاميل السابق اذا ما شفتم تروحوا شوفوا هذلك الفيديو طبعا هذا الفيديو هذا بيحكي لنا عن يعني او الاميل بيحكي لنا عن التكملة يتفع هذلك الاميل فاللي ما اشاف الجزء الاول روح وشوفوه هذا الجزء التاني بس اوكي طبعا بهذا الجزء راح تشوف وراح نستكشف يعني ايش ايش صار بعد ما صار بيعلم حيوانه الاليف يعني ايش صار بعدينا ايش صاري ايش صاري ايش صاري يعني اقصد اوكي ايش صوت انا ايش صوته اوكه ايش shot اوكي اوكي غريبanta ظلم ههههههههههههه اوكي 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 اوه بهذا التحديث اوه ان شكلك انا يعني كما اعتقد انSA بتكون جزيرة القرية العسمortion لانو مستحيل يعني какие بيقولون لانرو ورسال متوفر كل الحوادث بتظهر هون فمعقول بتكون قراصنة ما بنعرف خلي نقرأ طبعا هلأ الإيميل خلي وشي ناخد هكس الفي الصورة كتير حلوة اوكي كتير بتجنن عفكرة بوم 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 دندري دندن ستاب دندري دندن ستاب دندري دندن ستاب كتير بتشل واو واو عفكرة هاد التحديث كتير حلو فاستغله وروحوا والعبوا طيب انه كتير بجد حلو التحديث كتير كتير بعدين ما يخلص التحديث رح تقولوا اوو دي ما لعبنا كتير التحديث فاروحوا هلأ والعبوا اوكي طمام فا يب طبعا خليها لان اقرأ الايميل بدون ما اطول عليكم كتير 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 طبعا اوو اوكي خلينا اقرأ مرحبا او خلينا نكمل بالاول يعني لغز الرسالة الجزء الثاني مرحبا اسراي جايبر كاتب لي اسراي جايبر بس يلا انا اسراء جايمر يلا عالي لا تزال العديد من الالغاز تسكنوا عالم بيكا اكستي هل يمكنك حلو اللغز هذا اللغز اقصد سوري استسمح استعد لتعيش لحظات لا تنسى هاي الجملة كتير مهمة صح استعد بيقولوا استعد يعني بيكون تحديد جديد من جهز حالنا وشو بيقصدوا بيقصدون جمعون وكاينز يلا هلا ادخلوا على اللابة واستغلوا العبوا هذا التحديد خذوا خذوا سرفيات جمعوا ستكرز جمعوا فلوس جباهر كل شي يحتفظوا بيه التحديد القادم لانه ممكن انه يكون اشي حلو مع انه قالوا استعد كمان رسلوا اكتر من ايميل فعندما بيرسلوا اكتر من ايميل او ايميلان ها بيكون تحديد القادم كتير يشل زي ما اصابوا للكورسماس الهالوين الاستر افنت كانوا تحديدات كتير بتشل اوكي دعنا نكمل بينما كان يمشي حيوانه الاليف على طول الشاطئ هذا التكمل فاللي ما اشوف الجزء الثاني اكيد الجزء الاول اقصد ما رح يفهم هذا الجزء اوكي فالله هلأ جايز خلي نروح شكله على بيتي واجلس بكرسي وخلي نقره شوية شوية بدخل شكرا على المرجحة اللي عندي بالبيت بعدين بينما كان يمشي حيوانه الاليف على طول الشاطئ وجد العالم جزءا اخر من الرسالة يشرحه مهرجان الحيوانات الاليفة يعني هذا التحديث بينزل شكله مع تحديث الحيوانات يعني بينزل فهذا الأسبوع أو الأسبوع الجاي أصيبه بأدران طفيفة يعني بيحكي عن الحيوان الاليف حيث تم دفنه في الرمال فترة طبيلة ومع ذلك تمكن من قراءة المحتوى هذا هو المحتوى كان العالم الأس rose من كان مؤلف الرسالة؟ ها يعني نحن كم وجود ما طلبنا هذه الرسالة يعني من كتب هذه الرسaledة اللي بيقل مستقبل طبعكم في خطر شكله وأنا opinions معقولon يصبح شي قبر بمعد أه 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 كان العليم للعالم العديد من الأسئلة من كان مؤلف رسالة هل كان هناك أي سبب يدعو العالم وليس أي شخص آخر إلى العطور على هذه الشضايا كأنه ومعي العلاقة بين قطعي الرسالة قطعي الرسالة من قسمت على اثنين ماذا سيجد شضية أخرى متى سيجد شضية أخرى لدي فضول لمعرفة ما يجري عناق يعني هاقز يعني لك أتبتها هي تشارلي 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 تبع بيكا اكستين سأخلينا قشوية بعيد لكم قائز القصة بشرح لكم كل شي شوية شوية تمام انتوا فكروا كمان معاي شوية خلوا تفهموا يلا افتحوا يلا يلا زمان يعني اقصد سوري اقصد افتحوا يعني عذانكم يعني الاذن تبعكم يلا افتحوا دماغكم افهموا طبعا بمزح طبعا نحن اشرح لكم تركيز اوكا بيقول انه بالاول يعني كان شخص عالم او يعني ما عالم يعني كان مواطن طبعا بيكا اكستين بيبشي هيك بالرمان بيبشي هيك بالشاطئ هيك شوية شوية بعدين بيلاقي قارورة داخلها رسالة ورقة بعدين بفتحها بيلاقي بيلاقي الرسالة مقصومة على اثنان هاي الرسالة طبعا بيسموها الشضية او الشضاية او مدريش طبعا لقا مقصومة على اثنان الطرف الاول اللي شفناها بالجزء الاول اللي كان مكتوب فيه وكان مكتوب فيه مستقبلك في خطر يعني بيقول يعني بحكي هيك عن مصيرك المستقبلية في خطر او اشي زي هيك فكتير احنا فزعنا او انفزعنا فهلا طبعا زي هيك هدا كان هو الايميل يعني باختصار بس انت روحوا يشوفوا الفيديو روحوا يشوفوا كمان حطولي لايك هونيك بس اول شي خلين خلص هالفيديو وهادا روحوا يشوفوا وهذا الجزء شفنا انه يعني انه بيقولنا او بينبهنا بالاول بيقولنا استعد لما سيحصل يعني رح يصير الاشي اوكي تمام كمان طبعا بيقولنا انه او يعني بيقصد كمان رح يكون تحديث جديد كمان شكره بيقصد انه بيصير يعني اشي يعني كأنه دقيق دقيق خير فكر كأنه قايز بيصير انه وطبعا ان شاء الله لساتهم بيرسلوا جزء الثالث او هيك ما بعرف يعني بس المهم قايز تحديث الاسبوع هذا والاسبوع القادم يعني اسبوع القادم خلاص طيب يعني بيكون عندكم هذا الاسبوع والاسبوع القادم ماشي اوكي او طبعا قايز هلا خلي نشوف طبعا صورة كمان ايميل يعني كده مكتوب مشاء انكم انتم تقرأوه او بس طبعا هذا هو الفيديو طبعا نشوف الصورة والايميل وطبعا بحبكم كتير وكمان حطولي لايك والايفيو كتير 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 اعشقكم او باي هذا كان هو فيديو اليوم اتمنى استمتعتو بحبكم كتير 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 ورمضان مبارك كريم مع السلامة يا هلا اهلا اهلا كيف الحال فرحا